ثانيا الاستثمار بقول إن الاستثمار هو المكون الثاني من مكونات معادلة الناتج المحلي الجمالي بطريقة الانفاق حيث اتكلمنا من قبل إن الناتج المحلي الجمالي بطريقة الانفاق يتكون من الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الانفاق الحكومي زائد الصادرات نائصة الواردات فالاستثمار هو المكون الثاني ما هو تعريف الاستثمار؟ الاستثمار هو عبارة عن الإضافات التي تحدث للأصول الانتاجية أو الرأسمالية زي شراء المعدات والآلات اللازمة لمشروعات الانتاجية هذا بالإضافة للتغيرات التي تحدث في المخزون السلعي أقسم للصصمار أقسم للصصمار هي واحد التكوين الرأس مالي السابت للآلات والمعدات التغير في المخزون زي شراء الآلات وقطع الغيار لمواجهة المستجدات الانتاجية الطريقة ثلاثة المشاريع الإسكانية وقطع الانجهاد في سؤال مهم جدا هل يعتبر شراء الأسهم والزندات استصمارا بالمفهوم الاقتصادي الإجابة لا ليه؟ لأنه لا يزيد عن كونه صورة من صور نقل الملكية بين أفراد المجتمع الانفاق الاستثماري وقرار الاستثمار والعلاقة بين الاستثمار والدخل نراها في الدقائق التالية قرار الاستثمار يكون باتخاذ هذا القرار طبعا رجل الأعمال أو المنظم ويعتمد في ذلك على مقارنة معدل العائد المطاقع من الاستثمار مع سعر الفايدة السائد في السوق فباختصار شديد إذا لقى معدل عائد أعلى من سعر الفايدة هيدخل في العملية الاستثمارية وإذا لا العكس مش هيدخل في العملية الاستثمارية العلاقة بين الدخل والاستثمار يعبر عنها رياضيا كما نرى في المعادلة الموجودة أمامنا الآن الآي بيساوي الآي زيرو زائد الآي واي حيث تشير الآي إلى جمال الاستثمار بينما الآي زيرو إلى الاستثمار التلقائي في حين الآي واي هو الاستثمار التابعي وهو عبارة عن حاصل ضرب الملحد الاستثمار في مستوى الدخل منحنة تلعب على الاستثمار أو ما يطلق عليه معدل أو يعني منحنة الكفاية لحد دير رأس المال نلاحظه على طول في الشكل أفضل من الكلام النظري نلاحظ هنا أن فيه عندنا دلوقتي عن المحوى الرأسي سعر الفايدة وعن المحوى الأفكي للإستثمار والعلاقة بين سعر الفايدة والإستثمار هي ما يطلق عليه منحنة الكفاية الحدية لرأس المال أو منحنة الكفاية الحدية للإستثمار أو ما يطلق عليه بعض الاقتصاديين دالة الإستثمار فاللي أنا عايز أقول دلوقتي إيه العلاقة ما بين سعر الفايدة والإستثمار بقول إن علاقة عكسية فبقول إن منحن الكفاة الحدية للإستثمار منحن سالب الميل سالب الميل يعني يعني ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين معبراً عن العلاقة العكسية بين سعر الفايدة والإستثمار فعندما يكون سعر الفايدة مرتفعاً عند الـ R2 يكون الإستثمار منخفضاً عند الـ I2 لكن لما ينخفض سعر الفايدة من R2 إلى R1 هنجد ذلك أو هيتضع أو هيحصل زيادة في الإستثمار من I2 إلى I1 فبانخفاض سعر الفائدة من R2 لR1 يزيد الاستثمار من A2 لI1 إذن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار دلت الاستثمار في المدارس الاقتصادية بقول دلوقتي أول مدرسة اللي هي النظرية الكنزية أو الكفاية الحدية رأس المال بقول دلوقتي أن فيه علاقة المستثمر يتخذ قراره بالاستثمار عند مقارنته بين الكفاية الحدية رأس المال ومعدل سعر الفائدة فإذا وجد أن الكفاية الحدية رأس المال أعلى من سعر الفائدة بيدخل في العملية الاستثمارية وإذا لأ العكس بيخرج من العملية أو ما بيدخلش أساسا في العملية الاستثمارية إذن الكفاية الحدية رأس المال اللي هي عبارة عن معدل الغلات المتوقعة من الدخول في الاستثمار فإذا وجد أن هذا المعدل من الدخول في الاستثمار أعلى من سعر الفائدة بيدخل في المشروع أو بيدخل في العملية الاستثمارية الجديدة وإذا لأ العكس ما بيخشش خالص فبيقول حسب هذه النظرية اللي هي نظرية الجنزية حسب هذه النظرية بيقول أن دلت الاستثمار تأخذ الشكل التالي الـ I كابتل يساوي الـ I small ناقص الـ beta في الـ Y حيث الـ B هي الميل الذي يعبر عن مادة استجابة الاستثمار لتغيرات في السعر الفائدة وتبقى للدلة أعلى يوجد علاقة عكسية طيبعا بين سعر الفائدة والاستثمار وبالتالي فين منحنا طلب الاستثمار سالب الميل كما رأينا من قبل النظرية الثانية اسمها نظرية المعجل البسيط والنظرية دي بسيطة للغاية بتقول أن الاستثمار يعتمد على الدخل الاستثمار بيعتمد على الدخل ليس كما قال كنزي بيعتمد على سعر الفائدة لا هنا المعجل البسيط هذه النظرية بتقول إن الإستثمار بيعتمد على الدخل فبيقول إن I بيساوي دلتا ضرب Y وعلى هذا الأساس بيبقى دلتا Y بيساوي دلتا Y بيساوي بيساوي ال Y ناقص ال Y ناقص واحد وبالتالي في إن تنامي الدخل يعد محفزاً ومشجعاً لرجال إعمال على القيام بالإستثمار ويزيد الإستثمار والعكس صحيح يعني هو لا يرى أن سعر الفايدة تؤثر في الإستثمار بالشكل الذي تحدث عنه كنز ويرى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الإستثمار أكثر من سعر الفايدة مثل التغير في الدخل نظرية المعجل المارين تشير هذه النظرية إنه في بداية كل فترة يتوفر رصيد معين من رأس المال وهو الرصيد مستبقى من الفترات الماضية وتشير أيضاً إلى أن حجم الإستثمار الحالي يعتمد على الفرق بين الرصيد الأمثل لرأس المال والرصيد الموجود من الفترة السابق ووفق هذه النظرية ترى أن الرصيد الأمثل لرأس المال يعتمد على عدة عوامل أهمها واحد كما في نظرية المعجل البسيط فإن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الإستثمار إذن نظرية المعجل المارين بتتطفق مع نظرية المعجل البسيط في تأثير الدخل على الإستثمار اثنين يعتمد رصيد رأس المال المرغوب به أيضاً على تكليف عناصر الإنتاج زي أجر العامل وسعر الفائدة الذي ينظر إليه على أنه سعر لرأس المال فإذا ارتفع الأجر أصبح العامل أكثر تكلفة فيتحول المستثمرين إلى اتباع وسائل إنتاجية أخرى تعتمد على رأس المال الساري في الاقتصاد يعني ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع الإستثمارية فيحبط رجال الأعمال ويقل رصيد رأس المال المرغوب فيه النظرية الرابعة التي هي نظرية تمويل الذاتي تشير هذه النظرية إلى أن حجم رأس المال للأمثل وبالتالي حجم الإستثمار يعتمد على الأرباح المتوقعة والتي تعتمد بدورها على الأرباح الحالي يعني إذن فيه تأثير للأرباح وليس سعر الفائدة أو الدخل كما قالت النظريات السابقة ولكن هذه النظرية ترى أن الأرباح الحالية بتؤثر على الإستثمار واتبعاً لهذه النظرية في أن المنشآت تمويل إستثمارتها بالاعتماد على مصادر تمويل داخلية والتي تعتمد بالتالي على والمتمثلة بالأرباح غير الموزعة ومصادر تمويل خارجية والتي تتم إما مباشرة عن طريق الاقتراض أو عن طريق طرح أسهم مساندات في البورس وبشكل عام طبعاً تفضل المنشآت مصادر التمويل الداخلية لأن مصادر التمويل الخارجية تجعلها تحترح مثل إيه الغير نلاحظ أن نظرية المعاجل المارين اعتمدت على زيادة مستوى الدخل عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب على الدخل الشخصي بينما اعتمدت هذه النظرية التي هي نظرية تمويل ذاتي على زيادة الأرباح لزيادة الإستثمار العوامل المؤثرة على منحنة طلب على الإستثمار أول حاجة التطور الفن والتكنولوجي طبعاً التطور الفن والتكنولوجي طبعاً ده يزود الإستثمار وبتالي يحفز الإستثمار وبتالي ينتقل منحنة الإستثمار من الوضع I1 إلى الوضع I2 والعكس صحيح يبقى دلوقتي يبقى انخفاض التطور التكنولوجي أو الانتكاسة التكنولوجية أو عدم تطور التكنولوجي يؤدي الانتقار منحنة استثمار من I2 إلى I1 ولكن التطور التكنولوجي وتطوره الفني يؤدي الانتقار منحنة استثمار من I1 إلى I2 هذا هو العامل المؤثر يعني إحنا دلوقتي نتحدث عن عوامل مؤسرة على منحنة الطلب على استثمار وأولى هذه العوامل كانت التطور الفني والتكنولوجي فبزيادة التطور الفني والتكنولوجي يزيد منحنة الاستثمار وينتقل إلى الوضع الأعلى من I1 إلى I2 الحاجة الثانية التوقعات بنقول تؤثر توقعات أيضا على منحنة الاستثمار وتجعله ينتقل من مكان إلى مكان آخر فبنقول دلوقتي تمثل التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي عامل مهم جدا في تأثيره على قرار الاستثمار فعدم وضوح الرؤية أمام المستثمر يحد من قدراته على اتخاذ قرار الاستثمار وكذلك شعور المستثمر بالتشاؤم عندما يكون سعر الفايدة أقل من معدل الكفاية الحادية للإستثمار يجعل المستثمر يحجم عن القيام بالإستثمار وبالتالي ينتقل منحنة الإستثمار إلى أسفل والعكس صحيح في حالة التفاؤل يبقى إذن في حالة التفاؤل ينتقل منحنة الإستثمار إلى أعلى وفي حالة التشاؤم ينتقل منحنة الإستثمار إلى أسفل حجم الطلب ونموه قال لك زيادة الطلب على السنع والخدمات تؤدي إلى تشجيع المستثمرين وبالتالي ينتقل منحنة الطلب إلى أعلى زي ما هنشوف في الشكل الحالي والعكس صحيح يعني نقص الطلب على السنع والخدمات يؤدي إلى عدم تشجيع الرجال الأعمال وبالتالي ينتقل منحنة الطلب إلى أسفل الضرائب قال لك تخفيض الضرائب يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وبالتالي ينتقل منحنة الاستثمار إلى أعلى والعكس صحيح الحوافز الحوافز لها تأثير على دلة السسمار، فتسهيلات وتشجيعات التي تقدمها الدولة تعمل على تشجيع السسمار وبالتالي انتقار منحل السسمار إلى أعلى، والعكس صحيح بنقول بعد كده سعر الفايدة الحقيقي والاسمي سعر الفايدة الحقيقي هو السعر المعلن داخل البنوك وفي الصحف أما سعر الفايدة الاسمي هو السعر المعلن في الصحف وداخل البنوك أما سعر الفايدة الحقيقي هو الفرق بين سعر الفايدة الاسمي ومعدل التدخم فبنقول وفقا لما يقوله فشر أن سعر الفايدة الحقيقي بيساوي I ناقص F حيث أن I سعر الفيدة والR هو سعر الفيدة الحقيقي والF هو التضخم يبقى سعر الفيدة الحقيقي بيساوي سعر الفيدة الاسمي ناقص F اللي هو الانفليشن معدل التضخم